عقدت المديرية العامة للجوازات اجتماعا ضم مدير عام الجوازات ومدراء جوازات المناطق ومدراء الإدارات المعنية بالمديرية وذلك للتأكد بشكل نهائي من جهزية جميع المواقع المكلفة بتنفيذ أمر خادم الحرم الشريفين بتصحيح أوضاع اليمنيين المقيمين في المملكة بطرق نظامية ويأتي الاجتماع استكمالا لخطوات المديرية العامة للجوازات استعدادا لاستقبال المتقدمين من حاملي الجنسية اليمنية المقيمين بطرق غير نظامية على الأرض المملكة والتي بدأت فور صدور الأمر الملكي بتصحيح أوضاعهم ومنح تأشيرات زيارة لمدة ستة أشهر وقد أعلنت الجوازات عن ستة واربعين موقع لاستقبال الأخوة حامل الجنسية اليمنية المقيمين بطريقة غير نظامية